السؤال اللي بعد كده بيقول يا شيخنا أهلي سبب زعلي على طول مهما أعمل ما بيرضوش ودايما تقليل مما أفعله مش تفضل مش تفضل ولكن واجب ده بيحزني أعمل إيه مسببين مشاكل في بيتي آه يعني بيتكلم على أهله يعني أسرة المنشأ بتاعته إيه اللي حاصل؟ أول حاجة أنا أقول لك ثلاث مفهوم مهمين جدا في الحياة أول مفهوم أرجوك ما تعملش حاجة عشان حد يرضى ولا حد ما يرضاش اعمل اللي أنت بتعمله ده لله لله ما كان لله ده ما أتصل وما كان لغير ينقطع وانفصل اعمل الكلام ده لله اتدرب على ده أن أنت تعمل حاجة وما تقولش أنت وغير رأيكم فيها ما تتتبعش الحاجة دي اعمل حاجة وبس أعمل حاجة على طريقة ايه؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني اللي بيعمل الحاجة هو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لو حد يجي شكرك وقال لك الله يبرك لك ويزيد الخير ونور ويجعل ما بيننا دايما بالمودة ويديب ما بيننا من مودة الحمد لله وكمان حد كفأك فتهاد وتحبه الحمد لله لكن لو ما حدش عمل برضو الحمد لله الحمد لله أن سواب يحاضر عند مولانا وأن ربنا عالم الخير والبركة فالحمد لله على كل حال يبقى اللي حاصل عود نفسك وربك وده مش هيجي بفكرة ده هيجي بالتمرين لازم تتمرن على ده فالتمرين على ده يعمل ايه؟ يخليك قادر تتجاوز مسألة الانتظار أن الناس تمدحك على ما فعلت أو أنها يتبادلك الحب بالحب لأن خلاص أنت عملت الكلام ده لواجه الله ثم الله سبحانه وتعالى سيصرف الأمور بإرادته وعلى مراده سبحانه وتعالى